موسلسل الانتهاكات بحق سكان تعز والشيء الوحيد والمتغير الذي يعيشه المدنيون فيها جراء آلة القتل التي طالتهم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع كل ما تنتهجه الميليشيا في المدينة يجعل الكثير من المنظمات الحقوقية ترصد كل أعمال القتل التي تستهي الميليشيا ارتكابها بحق سكان تعز لتوثيقها ونقلها إلى العالم كصورة واضحة لما يتعرض له المدنيون في تعز ورغم كل التقارير التي تظهر وحشية الميليشيا في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين إلا أن تقاعس المجتمع الدولي والجهات الرسمية هو الحاضر في المشهد العام لكن ذلك لم يمنع استمرار الجهات الحقوقية من رصد الجرائم الميليشيا حيث رصد تقرير سنوي جديد أعدته مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية في مدينة تعز أوجز حالة حقوق الإنسان في المدينة هذا التقرير اليوم للعام 2015 لكل الانتهاكات التي طالت أبناء مدينة تعز من قبل الميليشيات الحوذي وصالح هو تقرير نوعي كون المشاركة فيه والإسهام من أكثر من منظمة في مدينة تعز قاموا بتجميع هذه الانتهاكات ورصدها عن واقع ويعني بطرق صحيحة وسليمة التقرير السنوي للعام 2015 كشف عن أرقام أخرى وجديدة تضاف إلى أرقام سابقة أظهر حجم الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوذي وحلفها المخلوع صالح وتوزع التقرير بين أساليب الحصار وتدمير البنى التحتية والحرمان من التعليم إضافة إلى القتل والجرح من النساء والأطفال والرجال استعرض التقرير مجمل ضحايا القتلى والقرح المدنيين في مدينة تعز أيضا حالة الإخفاء القسري والاعتقال في المدينة استعرض أيضا الحصار وما أدى للحصار وإغلاق المنشآت التعليمية والجامعات في المدينة عداد القتل والدمار في تعز لم يتوقف وآلة القتل هي الأخرى مستمرة في حصد الكثير من الأرواح وهو ما زاد حجم الجريمة دون اكتراث الميليشيا والمخلوع